بعد أن امتلت الساحة الإعلامية بعناوين بصيص الأمل إبان تقارب رياح الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني والديمقراط الكردستانيين رفع سقف التوقعات بتلاؤم يرأب الصدع الذي تسببت بخلافات سياسية واقتصادية لكن جلسة برلمانية في الإقليم كانت قد حددت على جدول أعمالها إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في الإقليم أشعلت فتيلة الخلافات هذه المرة بين الكتلتين الأكبر في برلمان الإقليم كتلة الديمقراط التي تستحوذ على 45 مقعداً وكتلة الاتحاد الوطني التي تستحوذ على 21 مقعداً مشاهد انتشرت بشكل واسع وثقت الفوضى التي عمت الجلسة والتي تحولت في لحظات إلى عراك بالأيدي ولكمات داخل أروقة البرلمان أما أصل المشكلة بحسب مراقب الجلسة فيعود لقرار رئيسة البرلمان ريواز فائق برفع الجلسة والانسحاب من القاعة وهو ما رفضه نواب كتلة الحزب الديمقراط الكردستاني التقدم بطلب إلى رئاسة البرلمان أن تعقد الجلسة متضمنة فقرتين إحداهما تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم في حين اتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطن الكردستاني زياد جبار في تصريحات صحفية اتهم الحزب الديمقراطي برفض رفع الجلسة ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان واعتبر حزب الاتحاد الوطن الكردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة خطوة تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية وبين هذا وذاك فإن مشاهد الاشتباك بالأيدي ستكون زيادة لتصدع الحاصل بين أكبر حزبين داخل الإقليم